ونمضي مشاهدون إلى الصفحة الأخيرة من السوداني ومنها نطالع زاوية الطريق الثالث الكاتب بكر المدني زاوية الطريق الثالث جاءت هذه المرة تحت سؤال البديل ومكان المفتاح يبتدر الكاتب زاويته بالقول قالت الحكومة من خلال بيان مجلس الوزراء أمس إن مطالب الثوار الذين خرجوا بمناسبة ذكرى فضل الاعتصام في الثالث من يونيو وقد بلغتها وكذلك قال السيد وزير رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ خالد عمر وبيان الحكومة وتصريح كبير وزرائها وعد بالاستجابة لمطالب الثوار من مواقع المراكبة أيضا رصدنا مطالب الثوار وسمعناها والمطلب الرئيس بينها تلخص في ذهاب الحكومة مع بعض المطالب الأخرى الدالة على فشليها والتي تقف وراء الطلب الرئيس برحيل الحكومة ويمضي بكري المدني بالقول السؤال الآن هل تستجيب الحكومة لمطلب الثوار وطرحل خاصة وقد سبك أيضا تصريح مماثل لسيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الذي أكد الرحيل متى طلب منه الشعب ذلك لقد جاء تمثيل قوى الحرية والتغيير في أجسام حكومة الفترة الانتقالية في نسختها الأولى من خلال اختياراتها لعضوية مجلس السيادة ومجلس الوزراء من المدنيين يستمر الكاتب بالقول فرضت أو حقيقة قبلت قيادة القوات النظامية الشراكة قبلت الشراكة مع القوى الحزبية تحت عاملين الأول هروبها أمام شبح الكيزان والثاني رضوخها لابتزاز هذه القوة الحزبية فكانت النتيجة لا شبح الكيزان اختفى ولا هذه القوة الحزبية أنجزت شيئا على الأرض الآن خرج الثوار أصحاب الجلد والراص يقولون لا للأحزاب حتى لمن خرج معهم بل وحتى من تبنى دعوة الخروج وهو الحزب الشيوعي السوداني ويختتم بكري المدني بالقول المطلوب مؤتمر صحفي تعلن فيه الحكومة استقالتها نسبة لفشلها في إدارة ملفات البلاد وتمضي خشية المزيد من الفشل وحفظا لأرواح الثوار والنظاميين وممتلكات المواطنين فالثورة لن تتوقف السلطة الحالية بشقيها المدني والعسكري لن تحقق الحد الأدنى من أهداف الثورة ومطالب الناس في حياة كريمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة